وفق مجلس الشورى خلال جلسة اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام حيث شهدت الجلسة العديدة من المداخلات ليصوت السادة العضاء برفض مشروع القانون وذلك نداء بالاسم اقرار مشروع قانون بشأن الدين العام هو بمثابة وضع القيود أمام السلطة التنفيذية والمتماثلة في الحكومة حيث سيعيق هذا المشروع بقانون في حال اقراره تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر لذا رأت اللجنة التشريعية والقانونية ضرورة رفض هذا المشروع بقانون المجلس الشورى اليوم ناقش مشروع بقانون بخصوص الدين العام رقم 8 لسنة 2016 وطبعا هذا القانون مرد إلى مجلس الشورى وطبعا أهم ما في هذا القانون هو بأن لا يمكن للسلطة التشريعية أن تحد من أمكانية أن تقوم الحكومة الموقرة بالاستدانة لأن ذلك سوف يسبب ضررا كثيرا على الكثير من المواطنين في مختلف الأصعدة لذلك ارتاء المجلس برفض هذا القانون ونظرا للعلاقات التي تجمع مملكة البحرين بمملكة تايلند وافق مجلس الشورى على الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي أهمية الاتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين وهي نظرا للعلاقات الدبلوماسية والتجارية التي بيننا وبينهم تحتاج مثل هذه الاتفاقية أو نظمة هذه الاتفاقية كثيرا من العلاقات في تجنب الازدواج الضريبي وكذلك تنمية النشاط التجاري بين البلدين وفي ختام الجلسة وافق المجلس بأغلبية الأصوات على الحساب الختامي للأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر بعد تدقيقه من قبل دوان الرقابة المالية والإدارية والحساب الختامي للدولة ترجمة نانسي قنقر